مجدد ثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تتضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي وأكدت تقرير أن المنظومة تطلقت ورصدت 95 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الشهر الماضي مضيفة أن 56% من هذه الشكاوى والاستجابات كانت من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء وتم تسجيل 44% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى المتعددة التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتل قوات الصاقة وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة الرئيس السيسي لرجال الصاقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مثمنا جهود قوات الصاقة وتضحيتهم من أجل رفعة الوطن وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات مطالبا رجال الصاقة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حكب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة في هذا الإطار من ضبط 151 قضية تموينية بمضبطات أكثر من 291 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال الأربع وعشرين ساعة حتى تم ضبط قرابة 58 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة في مجال حكب السلع الاستراتيجية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط أكثر من 81 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية بالإضافة إلى ضبط أكثر من 76 طن سلع غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدومة ختم موجز الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء